شركة ديبسيك هي شركة صينية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وأطلقت نموذج ذكاء اصطناعي في وقت قياسي وحققت نجاح كبير جداً بالنموذج السابق R1 ده جزى بانتباه الأسواق العالمية بسبب جودته وأيضاً سعره بالنسبة لإي بي آي مقارنة بنماذج الشركات الأخرى هناك خطة لإطلاق نموذج جديد وهو R2 في أوائل مايو والشركة بتسعى للموضوع ده بأسرع وقت ممكن النموذج الجديد من المفترض أنه يكون قادر على كتابة كود بشكل أفضل ويفهم ويتعامل مع لغات متعددة أكتر وليس فقط اللغة الإنجليزية شركة ديبسيك لها أسلوب مميز في العمل مش بتشتغل بنفس الطريقة اللي بتتبعها شركات التقنية الأخرى بتشتغل كأنها شغالة في بيئة مختبرات بحسية كمان بتلاقي دعم كبير جداً من الحكومة الصينية وبعض الشركات الأخرى برغم المخاوف حول خصوصية البيانات وبعض الجوانب التقنية أيضاً شركة ديبسيك بتعتمد على استثمارات كبيرة جداً في مجال البحث والتكنولوجيا وده اللي أتح لها أنها تقدم نمازج فعالة وبأسعار مرخفضة مقارنة بمنافسها إحنا دلوقتي حنتكلم عن الجديد من خلال حساب ديبسيك على تويتر لأنها أعلنت عن أسبوع مفتوح المصدر ونشوف الجديد من شركة ديبسيك معكم مروة سليمان من قناة InfoTech for You وأخبار جديدة عن شركة ديبسيك يلا بينا متابعي قناة InfoTech for You السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من خلال تويتر أطلقتها شركة ديبسيك بتاريخ 21 فبراير 2025 وده كان دي زيرو بتتكلم عن الأوبن سورس ويك وبتقول استعدوا للتحديثات البقبلة الأسبوع الخاص بالتولز أو البرامج مفتوحة المصدر هيكون في خمس حاجات أو 5 ريبس هتكون طبعا موجودة على جيت هاب مفتوحة المصدر يلا بينا نشوف أول حاجة وهو دي وان بتاريخ 24 فبراير 2025 والكلام ده كان عن حاجة اسمها Flash MLE هحاول بقدر الإمكان أبسط كل تحديث حبارة عن إيه وحيكون موجود الروابط الخاصة به هذه التحديثات على جيت هاب من خلال الوصف أسفل الفيديو أول حاجة معايا النهاردة وهو دي وان أو لتم الإعلان عنه في دي وان وهو Flash MLE إيه هو الفلاش MLE؟ الفلاش MLE هو عبارة عن برنامج بيستخدم لتحسين سرعة فك الشفرة أو النسخ بشكل فعال على معالجات الرسومية اللي هو الجي بيو بيشتغل بشكل خاص مع البيانات اللي بتحتوي على سلاسل ذات أطوال مختلفة من هنا فهمنا إن البيانات عبارة عن سلاسل بأطوال مختلفة ودي حاجة ممكن تكون يعني تقنية شوية ولكن هنا دي بسك أطلقت هذا البرنامج علشان يكون فيه قدرة على معالجة كل أنواع البيانات بأطوالها المختلفة وبالتالي عملية تسريع فك تشفير البيانات على أجهزة الكمبيوتر بتخليها تعامل بكفاءة مع البيانات ودي أول حاجة أعلنت عنها وأطلقتها دي بسك لو رحنا على جتخبة هنلاقي الكود وحنلاقي إزاي استخدام هذا الكود والريكويرمنت المطلوبة طبعا لو أنت مهتم بهذه الجزئية ككودر هتقدر أن أنت تتعامل معها بشكل بسيط تاني حاجة هنروح نتكلم عنها وهو الديب إي بي واللي تم الإعلان عنه في دي تو وإيه هو الديب إي بي نقدر نقول أن الديب إي بي هو عبارة عن مكتبة بتساعد أجهزة الكمبيوتر على تبادل البيانات بسهولة وسرعة لما يتعامل مع أنواع معقدة من تلك هذه البيانات وبيعمل عمل تسريع العمالات الحسابية باستخدام كلمت قبل كده عن خليط الخبرة ده في مهام الذكاء الاصطناعي بشكل عام تم استخدام FB8 وFB8 بيستخدم تقنيات متقدمة علشان تسرع من عملية التدريب والتفسير اللي بتحتاج لحسابات سريعة ما بين شرايح الكمبيوتر المختلفة وطبعا ده بيتحقق من خلال خوارزميات مخصصة لنقل البيانات بين أنظمة المختلفة بطريقة فعالة ده بيقدم تقنيات مميزة وقليات لخفض التأخير ما يحصلش عملية تأخير أثناء عملية التحليل أو الاستدلال وبالتالي بيحسن سرعة الأداء في نموذج الذكاء الاصطناعي يعني نقدر نقول أن DPEB ده بيحسن عملية الأداء لنموذج الذكاء الاصطناعي من خلال الـ MOE أو الماكسير أوف اكسبرس وبيقوم البرنامج بنقل البيانات بين هذه المكونات عبر معالجات رسوميات بطريقة سريعة وبالتالي بيدعم العمليات اللي بتستخدم أرقام بدقة أكبر وهنا حيكون التعامل أكيد مع الرياضيات أفضل وأحسن بمنتهى البساطة كل ده في الآخر بيخدم مصلحة اليوزر وخصوصا في التعامل مع الأرقام يلا بينا نشوف الإعلان الثالث عن التحديث الثالث من ديب سيك في دي ثري وهو DEEP GEMM DEEP GEMM هي عبارة عن مكتبة وأداء بالساعد في إجراء عمليات رياضية على الحواسيب لما يكون في تعامل مع الأرقام أو البيانات بشكل كبير وهي طبعا مكتوبة بلغة حوسبة بتعمل هذه المكتبة بشكل سريع وفعال وبتستفيد من معمارية متطورة في معالجات نيفيديا وتم تصميمها عشان تكون بسيطة وفعالة من غير ما نقعد نتكلم في أشياء تقنية كتيرة ممكن تكون معقدة إن التصميم بتاعها رغم إنه هو بسيط كأداة إلا إن النتائج بتاعتها قوية مقارنة بأدوات أخرى معقدة من آخر كده هتعمل إيه؟ هتسهل إجراء العمليات الرياضية الكبيرة والعميقة الحوسبية في وقت قصير والبرنامج ده بيستخدم معالجات رسوميات المتطورة أيضا من نيفيديا عشان يديك أداء ممتاز زي ما قلتلك في العمليات الرياضية أو الحسابية ده بالنسبة لثالث تحديث كل الروابط هتكون موجودة في الوصفة أسفل فيديو الخاصة بهذه التحديثات على جتهب المفتوحة المصدر أتمنى تكونوا استفادتوا من فيديو النهاردة على قناة إنفوتيك فيديو بحاول أقدم لكم كل جديد ومفيد على القناة فاريد ما تنسوش دعمونا باللايك والشير والكومنت ولو كنت بتشوفنا الأول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته